بتلاقيه لو لاقيت الله بتلاقيه واحد من اربعة يا صالح في نفسك زول بس عابد وما قدم الخير لغيره يا فاسد في نفسك تكون فاسد وما قدمت خير ولا شر يا مفسد فاسد وبتفسد في غيرك في غيرك يا لقيت وأنت من المصلحين أصلحت نفسك بتوفيق الله لك وتريد أن تصلح غيرك لو لاقيت بالمرتبة الرابعة دي والله الله بكرمك قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجر والله لا يدي تعالج المشاكل البتواجه كثير من الدعاة اتبعوا المرسلين دعوة معصومة ما دعوا بتاع التنظير دعوة جات من السماء اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا ما ذارين دنيا ولا أموال ولا 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 إلى آخره وهم مهتدون أسفين أسما ذارين قروش لكن علي ضلال عندما نهج منحرف بن شرفيه وقلت لك أديك قروش وقلت لك لا لنحن أصحاب أفكار ورسالة ذا أنك أديم وعلي ضلال لكن دعوة ما ذارين دنيا أمعون الحق وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون وكتلوا زلوا كتلوا ظلموا طوالح أصلي شنو قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بشنو بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ده دربة الكرامة جما لو دارت لاقي الله إنت من المكرمين بس تباري الدعوة والناس ذكرت فوايد كثيرة أنا بزار أذكر اثنين ولا ثلاثة واختم منها جماعة الدعوة دائرة تضحية الغلام كتلوا بسبب الدعوة دي حديث في صيح مسلم من رواية صهيب رضي الله عنه معروف عندكم ما في دائلة شنو للإطالة الزول لا بيركبوا الجبل والجبل باهتزة واللهم كفينيهم بما شئت يتوكل على الله توحيد والجبل يتهزة والجماعة يقعوا بدل يمشي يهرب ولا يمشي لبلد تاني بيجي راجع تاني للملك الرجع وشنو داري بلغ الدعوة أين أصحابي الملك بيقول لا أين أصحابي ودول داقي الزاته قالنا رب وما عارف أصحابه وين ذاته دول دائما على الشرك دا المواهيم المهم بعدين أين أصحابي قال له كفانيهم الله تاني ودو البحر في قرقور المركب الصغير وفي النهاية انكفأت والله ما رقه ريكب له في عود المهم الله ما رقه وتاني جراجع ليه لأنه عنده رسالة داري وصلها شفتها إذا اي تبقيه زي داقي الله يدعوه ليبتميش